اهلا بكم من جديد افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض تميز تشغيلي في النفط والغاز والبترو كيمويات الخامس والذي يشارك به عدد من كبار المسؤولين وخبراء صناعة النفط والغاز على المستوى الدولي والاقليمي وممثلين عن الشركات النفطية الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف دول العالم هذا وأكد الوزير أن القطاع النفطي في البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقتضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع النفطية حيث أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت من ضلتها عاكفة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تدعم تطوير هذا القطاع المهم مشيرا إلى مشروع بي أم بي الذي يعد أضخم استثمار لشركة نفط البحرين بابكو بتكلفة تقدر بـ 4.2 مليار دولار وضوع تميز تشغيلي مهم جدا وخاصة لقطاع النفط والغاز لأنه هو معني بالاعتمادية في التشغيل معني بالكفاءة في التشغيل معني كل هذا يصب فيه التميز والمحافظة على السلام والبيئة للأفراد والمنشئات وكذلك يعني بالربحية في الأداء التشغيلي طبعا إحنا بابكو خطط خطوة كبيرة بتوجيه من القيادة الرشيدة في رفع مستوى صناعة النفط والغاز وبتوجيه من معالي شيخ محمد بن خليفة أهل الخليفة خطينا خطوات كبيرة حيث أننا نحن حققنا فيها على سبيل المثال 17 مليون ساعة عمل لأول مرة في تاريخ بابكو من 80 سنة في هذه السنة وهذا تميز تشغيلي كذلك حققنا أعلى المستويات كذلك في الاحتمادية حيث أن مستوى تشغيل وحداتنا يعتبر على نفس المستوى أو أعلى من الكثير من الشركات العالمية ألزمت وزارة صناعة والتجارة والسياحة وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على سيارات ركاب والمركبات التجارية الخفيفة ابتداء من طرازات 2018 هذا وقد أكد مصدر مسؤول لصحيفة الأيام أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية لتأكد من مدى تقيد الوكلاء والموزعين بالتزاماتهم وستحيل كل من يقوم بإزالة أو تغطية أو تخريب هذه البطاقة قبل عملية البيع إلى الملاحقة القانونية وذلك حماية لحقوق المستهلكين وبحسب تعليمات الوزارة ستوضع بطاقة التصنيف في النافذة الخلفية في جانب السيارات الأيسر وستكون مشابهة لبطاقة التصنيف الموجودة في أجزة التكيف وثلجات نفى مصرف البحرين المركزي خبرا كاذبا بشأن مصرف تركي إس بانكسي وهو مصرف بقطاع الجملة مرخص في مملكة البحرين والذي نشر في أحد مواقع الإخبارية الإلكترونية وقد أفاد الموقع أن مصرف البحرين المركزي قد ألغى ترخيص الفرع في المملكة في خبر تم نشره بتاريخ السادس عشر من مارس الجاري وقد ذكر المصرف أن الخبر خاطئ تماما ولا أساس له من الصحة مؤكدا أن الفرع يعمل بشكل طبيعي في مملكة البحرين وبحسب بيانات المصرف المركزي يعمل في المملكة 73 بنك جملة من أصل 102 مؤسسة مالية عاملة في القطاع المصرفي بإجمال موجودات تتجاوز 188 مليار دولار نتوقف الآن مع سعار صرف الدنار البحريني منقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم نبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت بورصتنا المحلية بانخفاض نسبته 0.70% مغلقا عند مستوى 1325 نقطة وذلك عاد انخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.533.000 سهم بقيمة نجمالية تجاوزت 1.244.000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 65% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي شهدت ارتفاعا في تدولات اليوم بنسبة 0.19% مغلقا عند مستوى 7.857 نقطة وجاء على رأس الارتفاع مؤشر قطاعي الأدوية والمرافق العامة نتحول إلى بورصة الكويت التي شهدت انخفاضا في تدولات اليوم بنسبة 0.12% مغلقا عند مستوى 6.624 نقطة ويعود سبب الانخفاض لأداء الضعيف لمؤشر قطاع الطاقة ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا كبيرا في التدولات اليوم بنسبة 0.78% مغلقا عند مستوى 4.651 نقطة بدعم قوي من ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية فيما قفل سوق دبي المالية بنخفاض بنسبة 0.36% مغلقا عند مستوى 3.103 نقاط وذلك بسبب التراجع لغالبية مؤشرات البورصة لتصدرهم مؤشر قطاع السلاع الاستهلاكية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بالنسبة تزيد عن 19.00 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 4.758 نقطة متاثرة بالتراجع البارز لمؤشر القيضاء المالي قالت شركة باترول أبوظبي الوطنية أدنوك إنها أرست عقدين على شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية تزيد قيمتها عن 3.5 مليار دولار وقالت أدنوك إن وحدتها للتكرير المملكة لها بالكامل قد وقعت مع سامسونج عقدي مشروعين يتعلق أحدهما بتعزيز مرونة تكرير النفط الخام بقيمته 3.1 مليار دولار والآخر لاسترجاع الطاقة والمياه بقيمة تقارب 470 مليون دولار وكلهما في مصفات الرويس النفطية ويذكر أن أدنوك قد وقعت مؤخرا لتفاقيات مدتها 40 عاما مع شركة النفط الوطنية الصينية وشركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر